لحد دلوقتي الجمهور بيتابع خبر رحيل الفنان اللبناني جورج الراسي وصديقته الفنانة زينة المرعبي اللي رحلوا عن حياتنا في حادث سير على طريق المصنع بين سوريا ولبنان وطبعا عارفين مين هو جورج الراسي لكن في ناس كتير ما تعرفش معلومات كتيرة عن الفنانة اللبنانية زينة المرعبي مين زينة المرعبي اللي كانت مع جورج في الحادث ويطرى ايه علاقتهم ببعض في الفترة الأخيرة وقالت ايه طليقة جورج على نبأ رحيله انا ماريا مجدي وتعالوا نعرف كل التفاصيل دي في الفيديو اللي جاي حادث سير الفنان اللبناني جورج الراسي بقى هو اكتر خبر الناس بتتدوله على مواقع السوشيال ميديا وده بعد ما حصل النهاردة الفجر على الحدود السورية والتقارير الاعلامية اتكلمت عن صديقته الفنانة زينة المرعبي اللي كانت معاه في رحلته ورحلت معاه في نفس الحادث زينة المرعبي اللي اتولدت في طرابلس يوم 23 واحد سنة 1984 اتعرفت على جورج الراسي من فترة وفي ليلة الحادث رحت معاه بعد احياء حفله قبل الحادث بساعتين وعلى طريق المصنع بين سوريا ولبنان حصل اللي حصل وتم نقل المرعبي للمستشفى وهي في حالة حارجة وخطيرة وتم ادخالها غرفة العمليات لوقف النزيف الداخلي الناتج من الحادث ثم نقلها لغرفة العناية المركزة لكن حالتها كانت ادهورت اكتر ورحلت عن الحياة متأثرة بنزيف داخلي زينة المرعبي عمرها 38 سنة ووفقا لجواز الصفر اسمها زينة محمد مقبل المرعبي لبنانية الجنسية اتولدت في طرابلس وتعلمت في مدارس بيروت ثم جمعت لبنان اللي درست فيها الاعلام بعدها خدت درجة الامتياز علشان تعمل فهيئات اعلامية مختلفة ومنها اكتسبت علاقات قوية بنجوم الوسط الفني اللبناني ده غير اهتمامها بقضايا المجتمع فكانت زينة المرعبي واحدة من اشهر ناشطات لبنان في القضايا الاجتماعية وصحب التأثير كبير على جمهورها اللبناني ولجهودها احبها اللبنانيين واصيبوا بالحزن لفرقها ظهرت زينة المرعبي في الفترة الاخيرة مع الفنان اللبناني جورج الراسي بعض الناس قالوا في لبنان ان في ما بينهم علاقة حب سرية ربطت ما بينهم في الفترة الاخيرة وهي ام لتلات ولاد وكان في ما بينهم مشروع جواز وكانت بتروح معاه كل حفلاته في لبنان وخارج لبنان وده اللي كشف عنه الحادث لكن في ناس تانيين من الجمهور قالوا ان كان في ما بينهم علاقة صداقة وده بحكم شغلها في مجال الاعلام والميديا وعلشان عندها علاقات قوية بكل الوسط الفني في لبنان وبالنسبة لتفاصيل الحادث فالتقارير الاعلامية قالت ان التحقيقات لسه مستمرة وده بعد ما حضرت قوات الامن لمكان الحدثة وتمت المعينة ورفع العربية اللي كان سيئها جورج الراسي ومعاه زينة المرعبي والعربية كان نوع هاكية وده بعد ما اصطدمت بحاجز خرصاني كبير عند نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا تقارير اعلامية تانية قالت نقلا عن لسان مصدر امني لبناني ان التحريات الاولية قالت ان الصرعة الزيدة هي سبب الحادث اللي تسبب في قوة استضام العربية بالحاجس الاسمنتي ده غير استضام عربية الراسي بعربية تانية اخيرا عارضة الازياء اللبنانية وطليقة جورج الراسي جوال حاتم علقت على خبر رحيل جورج وزينة بنهيار كبير على صفحتها الشخصية وقالت خبر صاعق لا تصدقه وكتبت جوال حاتم وقالت بليز جسمي بيرتجف مش قادرة بليز تاعدوني وبعدها نعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رحيل جورج الراسي في تغريدة ليها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وقالت ما ابشع هذا الخبر وما في كلام يعبر الله يرحم جورج ويصبر عيلته ونعاه جورج وصوفه قال خبر حزين كتير يا جورج الله يصبر اهله واهل الصبية اللي كانت برفقته اشتركوا في القناة